ثمانية عشر شهرا من الحرمان من التعليم عاشها حوالي ألف طالب وطالبة في مخيم السويدة تكررت معها نداءات أهاليهم ومناشداتهم بتوفير مدارس بديلة يستطيع أبناؤهم واصلة تعليمهم فيها بعد أن شردتهم ميليشيا الحوثي من عدة محافظات وأجبرتهم على النزوح بحثا عن الأمان في هذا الصباح افتتحنا مدرسة الكويت البديلة في مخيم السويدة هذه المدرسة التي تستوعب سبعمائة طالب وطالبة في هذا المخيم تتكون من عشر صفوف واثنين مكاتب كل صف يتكون من عشر أمياز وطاقة كهربائية واخطفاية حريق وسبورات حقيقة تنجاه هذا المشروع للتقليل والحد من الجهل والأمية في المخيمات فنشكر الأخوة في الجمعية الكويتية لمساعد طالبة على تمويلهم هذا المشروع ثمانمائة وخمسون طالبا وطالبة من المرحلة الأساسية هي الطاقة الاستيعابية لهذه المدرسة البديلة التي انشأتها جمعية رعاية طالب العلم بدعم كويتي عبر حملة الكويت إلى جانبكم كما وزعت الحقيبة المدرسية فيما تكفى المكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب بتوفير الإداريين والمدرسين يسعدنا ويشرفنا في هذا اليوم أن نحضر افتتاح وتسليم مدرسة السويدة للنازحين والتي تتكون من عشر فصول بسعة 700 طالب تمويل من جمعية رعاية الطالب ودعم من دولة الكويت نشكر الأخوة في جمعية رعاية الطالب على ما بذله من قهود ونشكر الأخوة في دولة الكويت نظرا لما تعاني محافظة مأرب من نزوح كبير جدا من قراء الأحداث المتوالية في محافظة مأرب تسهم المدارس البديلة في لمشتات الطلاب النازحين وفي تخفيف معاناتهم وتشارك في استمرار العملية التعليمية في أوساط المخيمات وفق عمل تعاوني منظم مع مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب الذي يواجه ضغوطا كبيرة نتيجة ازدياد أعداد النازحين الكويت إلى جانبكم حملة هدفت من خلالها دولة الكويت إلى أعانة المحتاجين والمتضررين من الحرب في جميع أنحاء الجمهورية فهذه المدرسة ستؤوي ثمانمائة وخمسين طالبا وطالبة حرموا من التعليم لمدة عام كامل محمد عبد الكريم مخيم السويداء مأرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر